بدأ موسم استهلاك شاندون الصيفي لعام 2023 والذي استضافته مجموعة الصين للإعلام والحكومة الشعبية لمقاطعة شاندون في مدينة يانتاي بالمقاطعة التي تقع في شرقي الصين يوم الثلاثاء سيشهد هذا الحدث عقادة أكثر من خمسين نشاطاً لتعزيز الاستهلاك كما ستصدر مقاطعة شاندون أكثر من مئة مليون يوان من قسائم الاستهلاك فيما ستطلق المؤسسات المالية الكبرى مئة وعشرة ملايين يوان من خصومات الدفع ومن المتوقع أن تشارك أكثر من أربعين ألف شركة وتاجر في هذا الموسم الاستهلاكي كما وقعت محطة شاندون التابعة لمجموعة الصين للإعلام وقعت اتفاقيات تعاون استراتيجي مع جامعة الاتصالات الصينية ومعهد شاندون للفنون والحرف وتم افتتاحه مركز البحث والتطوير الثقافي والإبداعي لمحطة شاندون التابعة لمجموعة الصين للإعلام في نفس اليوم ترجمة نانسي قنقر